السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم جايب لكم مقطع فيديو عن How to report a bug وكيف انكم تعملوا ابلاغ عن خطأ ومشكلة داخل اللعبة يعني مش لازم تكون عن اللعبة عن تكون عن الويب سايت او انك كنت تشتري اللعبة في مثلا ارر ولا شي راح شرح لكم خطوة خطوة كيف انكم تسووا ال report وكيف توصلوا لل Devs ووش تسووا بعد ما تسووا ال report فكل هذا ان شاء الله بمقطع الفيديو انزل الحينة خلنا نقول شو فايدة انك تسووا report حق bug انت شو راح تستفيد واللعبة شو راح تستفيد طبعا مثل ما تعرفوا مع كل تحديث اللعبة لازم يكون فيها bug god يكون فيها error يكون فيها اخطاء فهم اللعبة اكيد ما راح يعرفوا كل شي وصلحونا فانت كلاعب من تشوف شي تبلغ عليه عشان اللعبة بسرعة انها تفضي انها تخوز هذا لان اكيد يوم انت تعانى مشكلة اكيد في حسان يعاني منها تمام الحين خلنا نبدأ بشرح كيف تبدأ تسوي report للبق وش راح تسوي من بعد ما تسوي ال report فخلنا ننتقل الحينة اول شي راح نفتح تاركوف لانشار انا اردي فاتح النا تحت مثل ما تشوفوا هذا هو لانشار عادل تضغط بلاي انك تتخلي اللعبة في عندكم فوق report a bug اللي بلاغ عن خطاء او بلاغ عن اي مشكلة باللعبة راح تشوف صورة حشرة نضغط عليها راح يطلع عليك report a bug هذي هذي الصفحة تمام اول شي الكاتجوري راح تختار لانك تتعمل بلاغ عن الجيم لو باللنشر تختار لللنشر بس الحين احنا عن الجيم منه تسكرايب your problem هي اوصف مشكلتك انت شو مشكلتك اللي واجهتها وانت قاعد تلعب وشو اللي صار يعني تحاول تشرح التفصيل عشان يعرفوا من approach mall ما تعطيهم عامة فكرة عامة فالمهم انا حين راح احطي من عندي وراح ننتقل للخطوة اللي بعدها طبعا انا عملت تسكرايب للبروبلم بعد ما تسويه طبعا انا مش جبت كل شي لانه هذا تست يعاب اخبركم مش راح تسويه تقدروا تكتبونه بالعربي او بالانجليزي تمام ولو كتبتوه بالعربي راح اخبركم مش راح تسويه عدنا second thing الى خطوات كيف حدثت هذه المشكلة او هذا البق يحدث طبعا لو كتبت وفوق تسكرايب your issue كل شي ما راح تحتاج انك تسوي هذي متحت attached file لو عندك صورة عندك شي حطها لانه هذا يبروف مثلا عندي صورة راح احطها الصورة طبعا ما اعرف انا مش اكيد لانه هذا التست فالمهم وتقدر تحط صورة ثانية مثلا او ثالثة اهم شي ما يتعدى ال 15 ميجا بايت لو تبت خوزه بس تضغط طبعا تكون حاط علامة صح على هذينتين وكلك تسوي تسوي تمام انت الحين قدمت بلاق وكتبت كل شي راح يفتح لك النيوزرق شرق ويرد وراح يعطوك هال كود تمام كل عليك تقول انك تنسخ الكود حتى لو تنسخ الكلام او تعيد صياقته بالدسكورد العربي راح يكون اللينك بالوصف اول شي تنسخ هذا تمام تضغط كنترول زي بعدين نلوح دسكورد العرب اللينك لاح يكون بالوصف مثل ما تشوفو راح تشوفو اول ما تدخله اهلا بك في تاركوب راح تنزل تحت لما تشوف مجتمع تاركوب وفي مشاكل داخل اللعبة من تجه على مشاكل داخل اللعبة راح تحطى الكود وما يلي المشكلة اللي واجهت انت في اللعبة تمام طبعا انا اردي كنتم سويه من قبل مثل ما تشوفو منه فاللي عليك تسويه انك تنسخ الكلام هذا او انك تكتبه مرة ثانية بالدسكورد عشان هم راح يقدموا هال مشكلة للدلوبرز تمام حتى تكتبها بالعربي طبعا هو دسكورد عربي فهم اكيد عارفين ودارين عن اللي تكتبه فلو كاتب بالعربي يصير ولو كاتب بانجليز يصير وطبعا هذه كل شي اقدر اقول لكم للحين طبعا راح اتكلم عن شي اللي هو الشيترز كيف تسوي ربورد للشيترز طبعا تعمل لهم ربورد داخل اللعبة تمام ليش ما اقول لكم تسويه لانه اصلا يبالك دليل قاطع انه هذا الشيتر مثلا تيب منه 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 شاشته انه ايوه والله فيه هذا يشوف اللي ماكن عند ايموت عنده هكا اما لو ما تعمل فمش اكيد سوه بس باللعبة لا تعول راسك وهذا اخر شي يطلع مش شيتر ولا شي طبعا تشيترز اعملنا ربورد داخل اللعبة وكان الله غفور الرحيم وبكذا انتهينا مقطعنا اليوم وشكرا لمشاهدة